على سلامة ومرحبه بنسكول أخبار سارة للمنتخب التونسي حاجة تفرح اليوم نحكيه على ملاعبية بيرزين في البطولات الأوروبية نحكيه على حنبع المجبري نحكيه على البوليميك الكبير على أربعة ملاعبية ساهر ومسا هروش ومبعد سليم بن عاطمين كانت تحدث في جريدة الكيب نحكيه برشة نيوز وبرشة حاجات نحكيه فيها ملك نقبل هذا جامل الفيديو خلي الفيديو سلغيرك أول موضوع نحكيه وفيه هو حنبع المجبري اليوم حنبع المجبري أصبح واقع في نيدي ماشيستر يونايتد والكلامة ذاية فهم الناس يعجبهم فهم الناس يتغشوا فهم الناس ما يحبوهش فهم الناس يقول لك الضخم في الملاعبية فهم الناس يقول لك منفوق إعلامين كل واحد ونظرة متاعه قبل ما ندخل ونغوص أكثر في الموضوع حنبع خليني ساعة نوضع حاجة خطر الأمور مربوطة ببعضها نحكيه على حنبع المجبري غيبه على المنتخب الوطني التونسي علش مش موجود جلل قادر يحكي حكاية الاعلامة بتاعنا يحكي وحكاية وبعد تسمع في الحوار موضوع آخر وموضوع مغير ما في منيش شكوش تصدق اليوم تصدق الملاعبية الي قاعدين ينفيوه بيش تصدق الاعلامة بتاعنا الي كل مرة يسر بيلك حاجة ماكش فهمها اسكو صحيحة غالطة بيش تصدق شكون السنين بن عثماني الي قال لك روه من الاخر الملاعبية ما خرجوش يسر وكنا وضحنا عليش سباب التخالي عليهم روه الحاجة هذه نحب نقولها مايش بزيد حد شاي المتخبة تونسي بالعكس انا شوفيها تضيع الوقت دونك نسكروا الموضوع هيدا نكملوا في امور المغالطات خطر موضوع آخر نحب نوضحه وقبل ما ننسى هو موضوع الفرجاني الساسي انا من ياسي اتحدثت علي وقلت فرجاني الساسي عليش يفك في شارة القيادة اليساس خيري وي 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 منتاعي انا ما جبتوش من موخي راني انا بنيت لكلام منتاعي وتكلمت عليه بعد ما سمعت التصريح اللي عملو ناصر البدوي ولي كنت حتى سمعت هو لكم وليه وكيفاش وما يجيش واحنا شوفنا ويفك خطرنا انا مايش معاها فستاد انا مايش في الملاورة سمعت خبر فعلت معاه حكيت عليه قلت روه مايجيش قلت روه عيب قلت روه مليعبي جايبينه بالاسعاف ماينجمش يكون في المنتخب التونسي ويزد يفك شرط القيادة ومبعد تجي نفس الوسيلة الاعلامية هذية هي بيدها تعاودتين في الاخبر وتقول لك ليه والله هاو عمنا فيديو هي انا لا هناش نو بش نعمل نطلب اسميح من الفرجيني اساسي ولا نطلب اسميح من الجماهير ولا نقول هم روه هما غلطوني بش خليوني نحكي حكاية غلطة ولا كيفية ما فهمتشين نسكروا الموضوع ذي نرجع لحنب على المجبري موقع مانشستر يونايتد اروا مش نحكي لك على صحافي ولا نحكي لك على وسيلة اعلامية واناك نحكي تقول ليه ليه مانشستر يونايتد صبحة الرسمية تهبط ثلاثة ملاعبية بش يعوذوا كازيميرو في وسط الميدان خلينا ساعة نتنقلوا في الموضوع ذي شكونهم الملاعبية مكتوميني مرابط وحنب على المجبري بالنسبة لينا تروى بروفيل ديفيران ثلاثة ملاعبية وما يعبوش بنفس التاريق اذا كيف بش نحكيه على كازيميرو في وسط الميدان ملاعبي بيفو فكيك بسم الله ما شاء الله عليه تنقل في ارجاء الملعب كما يحب هو واكثر منه الملاعبي اللي يخوا من ديفونساريتو ويحاول هو بش يعطي الباس الخريني ويعدي الملاعبية وسط الميدان في صنع اللعب تقول كازيميرو المرابط كان يلعب في الدور هذا ويقوم في الدور هذا مع المنتخب المغربي لكن منذ التحاقه بمانشستر يونايتد شوفنيه في برشا ماركس شوفنيه هارير جوش شوفنيه يلعب بيتروازية ماكسيال شوفنيه مانيه يلعب على كله يا كريمة مكتوميني كسب نقاط كسب نقاط كسب نقاط الاخرانين تسجل اهداف اظهر برز وقت اللي يهبط في بلاست حنبع المجبري اكثر منه ملاعبي اللي يوير حنبع المجبري الملاعبين اللي يخصنا بش حكيه على البروفيل متاعه هو من اهم الملاعبية اللي موجودين في تركيب التينهاك كنقول لك لماذا يمكن البعض يتفاجئو لماذا يسير شان خليني يذكرك ماذا يلعب في مانشستر ماذا يقول لك كيف تلعب ضد مانشستر تبدأ تصنع في اللعب تخرج بالكورة نظيفة اول ملاعبي يقوم بالتغطية واول ملاعبي يضغط القديم وتلقاه فيف عنده مخزون من الطاقة ما شاء الله يتحرك في البريس الكل هو حنبع المجبري البريس يأتي بعض بملاعبية وسط الميدان وبعد تبيع اكيد تتبع معنى الزون الكل تلقى معنى الديفونسيري تزيدك في كيف يعملوا في البريس الهنا كل كان مداما ما عنديش بيفو اللي يبشي فوك للكورة في وسط الميدان ينجم يكون عرشان برونو مكتوميني ينجم يكون برابط معها برونو المهم الملاعبي حنبع المجبري هو عنصر مهم في تشكيلة تينهاك اللي الماتش متع غدوة بشي يلعب فيه ضد ايفرتون واللي بقدرة ربي معناها حسب ما نتذكر الماتش بشي يكون خمسة ونص متعلع الشيه معناها فرصة مهمة جدا ان بشي نشوفه حنبع المجبري موجود في التشكيلة الأساسية ويلعب ضد ايفرتون ماذا بينا نشوفه من الاخر شنو يحب تينهاك ما بشي عاول على الملاعبي وإلا ليه أعطيه فرصته خلينا نشوفه الملاعبي ان شاء الله حد موافق للملاعبي هذا ان شاء الله ينورنا في قدم الماتشويت نكمله مع الملاعبية ولهن بش نحكي على إليا السعد اللي يواصل في العروض القوية متاعه متصدر في البودزليجا الثانية الألمانية ونحب نقول إلي باسم الله للمنتخب الوطني التونسي انه عنده ترواء جواغ من بروفيل لكن قوة المدرب في الاستغلال الملاعبية وتوظيفهم بشكل صحيح لهنين بش نشوفه نقلة نوعية للمنتخب الوطني التونسي خاصة على مستوى الهجوم انت عندك ملاعبي إليا كيمة العشوري بسم الله ما شاء الله عليه عندك ملاعبي كيمة سيفل الطيف اللي اكتشيف البعض التونسي في الماتش الخريني وعندك إليا السعد ان شاء الله في قادة ملاعية مت مع المنتخب الوطني التونسي خاصة على ملاعبي وقت يلعب في بطولته الأوروبية وقت يلعب في نيدي سابا ولي ما يعرفوه يلعب مع المنتخب الوطني التونسي ويتفرجوا فيه ملاعبي يصنع العجب ملاعبي بسم الله ما شاء الله عليه ملاعبي يسدد ملاعبي ربيد ملاعبي تلقاه معناها ملاعبي يمشي أكثر منه ويحاول يلوج يلوج على الروتري وقبل ما نحكي عن المهاجم يضع كرة في الشبكة وعننا ضعف على مستوى المهاجمين لنقول قوة لملاعبي انه زادا تصنع لي الحلول انك تحطني في وضعيات بشانا نسجد اليوم اللوم على شكون بش يكون مهاجم المنتخب مهما كان اسمه ونقولوا ش بيك ضيعت الكرة وقت اللي يجيتك ليش نقولوا علش ما وصلتكش الكرة شكون الأولى بش يوصل الكرة هم اللي يليات لنه عندك 3 ملاعبية يليات بسم الله ما شاء الله ليه معه مدرب اكيد مجاليل قادري اللي يعرف يتصرف في الملاعبية عادي انه سيفلالطايف يمشي على الكوتيل يمين عندك العشوري عندك تحط معه ماتاكون علش ما يكونش ليه الساعة اللي انا ما نحب ذيهش لمحال الحالته هذية لكن كل مدرب والفلسفة متيعه فهم اللي يعتمد على مهاجم وهمي يكون معناها وكل واحناك اللي يخرج من الزون متيعه ويطلب برشة في زي سباس وفي الانترفال بيش نلقاه معناها المهاجم يسجدوا الاهديف ان شاء الله هذية فكرة على المليابي هذا وحفظ موافق ليه وان شاء الله يكمل على نفس المنويل وان شاء الله نشوفوه في المنتخب الوطن تونسي خاصة بعض سوء المعاملة اللي عمناها احنا احنا معرفنيش تصرفوا معه احنا عايتنا له وما لعبناه واش متغشش منحاقوا يتغش ما يجيكش تربو استاذ الاخريني ان شاء الله يقنعوه اللي كيب الفرنسية فيما خلص اسماعيل الغربي من الاخر معناه المليابي كانت تحدث عليه السليم بن عطميل قالك لو كرة عنده احنا كمنتخب تونس كايتار فني للمنتخب عملنا اللي علينا تحدثنا مع المليابي تحدثنا مع العائلة متاعه تكلمنا عليه حكينا معه اعطينا من الاخر الكرة عنده وهو يعرش نو يتصرف اذا كان هو رحب بالفرصة ورحب انه يحبي مثل المنتخب الوطن تونسي مرحبيه والبيب مفتوح جزء هو يعطينا سينيال ولهنه خلينا نقول وراو هذيك هو وراو ما هذيك هو معلش نيبش تعمل اكثر من هك يمكن نلوم على الادارة الفنية والذي تار فني مونتخب انك تهيئ الظروف بمعاملاتك باش تعطي امبريسيون بيها للملعبية اللي بشي يجيوت يعني كيشوفه وحنا بعل الناس تحكي عليه ومشالله ومليعبي كله والناس كل وقفة معاه والاعلام يدز معاه والجماهير الدز معاه كيشوفهم لعبية زادة كيف كيف نفس الكليم على سامي شوشين نحكيه زادة علم لعبية بصفة عامة ينشطوا في البطولات الاوروبية مزدوجي جنسية هو يزيد ينفح هو يزيد يفرح انو بش يجيه متر منتخب التونسي خاطر يعرف اللي راو بش يكون وراه جيش راو بش يكون وراه جيش التونسي راو مش بش يكون وراه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وينجموا يضغطوا حتى وين بش يكون يكون يكور في ريال مدريد يكور في برشلونة يكور في بي اس جي يكور في اي جامعية مهما كان اسمها راو بش يضغطوا وياهبتوا بثي قلم تيحهم وكيما يشوفهم احنا بع المجبولة في ماشيستر يونيتد ان شاء الله الملعب يدي راجع الخيارات ان شاء الله يكون موجود في المنطخب الوطني التونسي اذا كان جيه مرحبه بيه اذا كان مجيش ربي معاه ولهنه نعرف راو فما ناس بش تستاد في الماء العكر وعليش تحكين عليه ليرا ليس انا نحب نحكي عليه لكن بما انه تم تداول اسمه وجلت لي كيب كان تحطط عليه وفي بيس كام بيش نحكيه علم اليابي مغسيبوكو على المشادهاتيكم الساحة نتلقاوا فيديو جديد